وحنا نتكلم عن قطاع الناشئين أيضاً النادي الأهلي استحدث أكاديميات جديدة صحيح؟ استحدث أكاديميات جديدة لكننا عندنا أكاديميات من الأول لكن أعتقد دلوقتي احنا وصلنا ممكن لستاشر أكاديمية أو فراية ده أمر مهم جداً جداً الانتشار ده بالنسبة لنادي الأهلي لأن ده برضو من دم التفاعل الشعبي مع البلدنا نادي أليم موجود في أكثر من مكان ده أمر غير طبعاً هو أمر تجاري برضو بالنسبة لنادي الأهلي يعني لي إرادات طيبة الأمر الفني أنك فعلاً بتلاقي أولاد كويسين من الأكاديميات دي ماذا قدم مجلس إدارة النادي الأهلي للألعاب الرياضية الأخرى من دعم من مساعدة الفرق هذه والألعاب هذه لأن تقوم وتقدم إنجازات أيضاً للنادي الأهلي لو هتكلم برضو النشاط الرياضي في النادي الأهلي بما فيه كورة القدر كان هناك مش دعم برضو المستحقات المنطقية لولادنا اللعبين والمداربين جميع المرتبات زادت جميع العقود تطورت كويس فده جميع الإمكانيات اللي بتساعد الرياضي إنه يقدم أفضل مستوى موجود تطوير اللوايح بشكل عام بما يعود بالنفع على اللعب اللي بحقق بطولة تم استحداث لائحة النشاط الرياضي النشاط الرياضي والكورة والكورة كتاعة النشقين والتطور اللي حصل النهاردة في كل الألعاب مش بس بالكورة والنشاط الرياضي تطور لوائح تطور مالي في العقود لأنك بقى عندك منافسة في السوق والمنافسة دي حشوفناها سنة اللي فاتوا يعني الحقيقة الدنيا يعني طارد فلازم أنت تتواكب ده فأنت غزب عنك بطريدك تتطر كمان إن ده برضو حق أولادك إنك أنت تفكر آه بلعف النادي الأهل ممكن ما يكونش بياخد زي بر يعني ممكن يكون أقل شوي لكن هو يعرف قيمة النادي الأهلي النادي الأهلي قيمة بتاريخ النادي الأهلي بشعبية النادي الأهلي السبب الرئيس فيها جمهوره كويس إدى قيمة تسويقية وأدبية لأي لاعب في النادي الأهلي والأي مدرّف في النادي الأهلي بس مش بس المهم الفلوس قيمة الأدبية إنك تفضل طول عمرك من تنم ترى ما أنت ابن من أبناء النادي الأهلي طول عمرك أولادك وأحفادك هتحس بتكريم الناس هتحس بيه علاقة طيبة مع الناس كمان تسوقيا الوضع الحالي مين من يعني معظم اللي بيقوم بإعلانات وبيقوم ببرامج وكده ولاد النادي الأهلي حتى بعد ما بطله لأنه هو ينتمي للنادي الأهلي ففي قيمة أدبية كبيرة جدا من وجودك في النادي الأهلي في قيمة تسوقية كبيرة جدا على مدار تاريخك واتضفلك أموال أخرى واتضفك إضافات أخرى طالما أنت تنتمي للنادي الأهلي فده أمر احنا عارفينه كويش هكي احنا بنحاول نوصل لعباتنا مش لأقصى الحدود لكن للي يليق بالنادي الأهلي وإحنا أعتقد أن احنا بنزيد عن ناس كتير ظروفنا ممكن تسوق لكن في ناس تحنى ظروفها بالدنيا عندهم بتبقى مختلفة لكن قيمة الأهلي والكيان النادي مختلف شوية بالدنيا